يوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حلم مشكلة بيانات تفعيل غير صحيحة على تطبيقكم السياش نقوموا بالضغط على ضبط الايدادات ثم نضغط على تطبيقات ثم نقوم لنزول الاسفل والضغط على السياش الخاص بكم ثم نضغط على قفل اجباري ثم نقوم بالضغط على الموافقة ثم نضغط على مكان التخزين ثم نضغط على مسح تخزين مؤقت ثم نقوم بإيقافة عدة تشغيل واي فاي خاص بكم ثم نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل وهنا نقوم بالبحث عن السياش خاص بكم سوف يظهرنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديد قم بدغط عليه سيش من تحديد تطبيقكم السياش وعكد نكونوا قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زل اللايك والاشتراك في القناة ولا تنسوا الضغط على المشكلة